مطالبة وكافة الدول لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية قرار يتصدر القرارات التي أعلنتها جامعة الدول العربية خلال اجتماع غير عادي على مستوى المندبين للوقوف إلى جانب دولة الإمارات في أعقاب الهجمة الإرهابية التي طالتها الإسبوع الماضي أجد الدولة الكويت دعوتها لمجلس الأمن لمضاعفة جهوده للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بما يمحد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المشهود القرارات العشر التي صدرت عن الجامعة العربية دانت واستنكرت الهجوم الإرهابي كما رحبت بمواقف دول العالم الداعمة لدولة الإمارات أؤكد على تأييد اليمن للحق القانوني والإخلاقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن شعبها وأمنها وردع الهجمات الإرهابية الحوثية ضد أراضيها وعيانها المدنية وخلال الاجتماع أعلنت عدد من الدول تأكيدها على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها نطالب من خلال القرار المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من ضغوط وتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية بشكل يتوافق مع تصرفاتها وإعتداءاتها التي تنتهك القوانين الدولية القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية في هذا الاجتماع قرار يطالب كل الدول في العالم تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية وهذا القرار يتضامن بشكل كامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويرحب بما صدر من دول العالم من تضامن مع دولة الإمارات ويرحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانت أبو ظبي قد تعرضت قبل أيام لهجوم بطائرة مسيارة حوثية أصفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وفي أعقاب ذلك أدانت الأمم المتحدة وعدد من دول الغرب والدول العربية هذا الهجوم موقف عربي موحد ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين خلال اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية في ظل تواصل التعنت والاعتداءات لمجابهة أي اعتداء غاشم على الأراضي الإماراتية من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة كريم الشيخ الغد ترجمة نانسي قنقر